أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقول الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آنهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بآذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم نوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقوب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواقه وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصنا الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب ادخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتق ولا تشتق وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفر ليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجة كيلان عاجيه وإن كثيرا من الخلقائن يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربا وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان لعم العبد إنه أولو أولو إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فاطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كوسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفلني وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصراد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا موتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضعثا فاطرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسعى وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات ضرف أتراب هذا ما توحدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين نشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوق حميم وغساق وآخر من شكله أسواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا طعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاوت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصر أهل النار إن ذلك لحق تخاصر أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنهم وارضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم مجمعون إلا إبنيس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبنيس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خيرا منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منا فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعستك لأغينهم مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم مجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين